اشتركوا في القناة قيادة مدربهم الهولندي فان مارفك اللي يلعب بهذه التشكيل بالكتلة الهولندية المعروفة والعراق داخل بخماسية بالدفاع رباعية في وسط الملعب وعدنا وحيد بالهجوم حبايب عزايزي ذول العراق اللي جاي يشوفونهم قدامكم ما شاء الله وعيوننا باردة عليهم داخلين للامارات وعدهم خطة محكمة كتنج دارس هذا الرجل كل شي زيان ويعرف مفاتيح لعبة ونزل هذول الخماسية بالدفاع ووجههم توجيهات راح نشوفها هذول الامارات مثل ما قلنا في الفيديو السابق يعتمدون على الظهيرين اليمين واليسار ويعتمدون على فتح الملعب ويعتمدون ايضا على مهاجمهم علي مبخوت ولكن شنو اللي صار في هذه المباراة اللي صار في هذه المباراة انه الامارات تفاجأوا باسلوب لعب المنتخب العراق اللي فرض طريقته وفرض اسلوبه على المنتخب الاماراتي تقريبا هم 20 دقيقة نافسه ومن اللي يفرض اسلوبه على الثاني يعني منها قردياتشة مثل ما يقولون ولكن العراق بالنهاية انتصر شوف هذا علي عدنان على الجهة اليسرى للمنتخب العراق وبداية المباراة مثل ما جاي نشوف استحواذ للمنتخب العراق تقريبا دقيقة ثانية نشوف كورة عند سعد ناطق عشر لاعبين في ملعب المنتخب الاماراتي او الاماراتيين في ملعبهم بالدقيقة ثنين يعني احنا ها فشوف التخوف وشوف المفاجأ لما تجي تفاجأ الخصوم بالبداية تضغط عليه هو متوقع انه انت راح تدافع لاني شوفك اللاعب بخمسة فهذه فرصة بالنسبة الى انه يهاجمك في ملعبك ويحاول يقتنص منك هدف لكن اللي شنو اللي راح يصير الان اللي صار انه المنتخب العراق استحواذ على المباراة من البداية وضغط اندفاع وراح نشوف شنو اللي سواكت انها جاي نطي المسواق اثنين كزبرة معجون ومبصرة شوكلية حلويات المسعود عبدالخالق حتى يحلي زيان يا جماعة خلونا مع المنتخب العراقي استحواذ المنتخب العراقي تقريبا احنا الان دقيقة خمسة والعراق يحاول ومستحوذ ونشوف الكرات الجميلة اللي لعبها العراق في بداية المباراة شكل التنظيم بالنسبة لانا ما راح تكلم هوية عن العراق براحك شوفها وراقة وكذا وحشة راح تكلم فقط عن الامارات لكنه واضح انه التشكيل الدفاعي لمنتخب العراق يشوفتوه قدامكم خمسة ثلاثة بالوسط هؤلاء مسكرين والاثنين هؤلاء يصعدون يعني ولكن شوفوا الاماراتيين مثل ما تحدثنا بالفيديو السابق مباشرة تروحوا له وتشوفون شون اللي حاتينا يعني عن المنتخب الاماراتي شوفوا التنظيم الدفاعي للمنتخب الاماراتي شون يخرج الكرة من ملعبه لكن واجه صعوبة كبيرة جدا يعني كتنج اعطى هذا الكلام قال اضغطوا عليهم في ملعبهم استثمروا او استغلوا نقطة ضعافهم بتخريج الكرة لعب ملازمة جماعية وشخصية واحد لواحد رجل لرجل وضغط عليهم على دفاعهم لأن عدهم نقطة ضعاف كلش سلبية هما بالنسبة لهم لأن مكشوفين شفناهم في اكثر من مبارا عدهم بمجرد ما تضغط عليهم في ملعبهم عدهم صعوبة بتخريج الكرة لأن وسط ملعبهم مكشوف فهم يلعبون على الاطراف ولكن شوف الفريقين يعني عشرين لعب منتصف الملعب هذا قبل الهدف اللي اجي للعراق تقريبا الدقيقة خمسة وثلاثين ثانية عشرين لعب واحد يعني الفريقين كل فريقين يريد يفرض سيطرته على الفريق الثاني لكن الهراق استطاع أنه ينجح لأنه قاري الإمارات زيان وجاي يلعب ب يعني برسم تكتيكي كلش مناسب يعني هو حاول إلى حد ما كتنج يحاكي خلني قول هيجي مدرب أو خطة رسم التكتيكي بالنسبة للمدرب هذا فان مارفك وبالنسبة على عبدالزهرة وبالنسبة لهذه الكرة العميقة اللي لعبها بالداخل هذه نحتاج منها هواي هواي لأن ميمي لو عنده لعب هيجي مدة بكرات ما شاء الله نشوف نشوف درازن أهداف لكنه هذا للأسف ما جاي يصير بعد ذلك حاول المنتخب الإماراتي استعيد توازنه لكنه المنتخب العراقي مسكر زيان ويعرف أوراق المنتخب الإماراتي وكل اللي سواه الإمارات ما سواه شي كل اللي سواه وهذه هذي الهجمة اللي شفتوها الآن وهما بالشوط الثاني يحاولهم هنا راح أتكلم عن خروج الخاطئ يعني محمد حميد دائما تكلمنا قلنا محمد حميد في كل مباراة لازم يعني يسوي له خطأ يوقف قلوبنا يعني بهذه اللحظات لو محمد حميد مطرود لو الحكم هيكي شلون يعني دق رجل أنه محمد حميد لا ياربن تضربتها بإيدك لو ما عارف إيش أنه معرق لللاعب وينطي أحمر وإحنا بعدنا ببداية الشوط للأول لا يعني النتيجة كلها تتغير فمحمد حميد الله يخليك يعني أنت في كل مباراة لازم يسوي لك وحدة انتهى مع ذلك هو تقلق محمد حميد وخلنشيد به لا يجون كم واحد يتكلمون يقولون يابا هل تحهم تسقط مو خوش لعب يابا يجمع افتهمنا خوش لعب جيد ممتاز زين الروح إلى دور وما لداعي نحن نشي نهجم على علي عدنان ضيع جزاء ما لداعي نحن فايزين 2-0 شوفوا العلاوي قلبي ودور الدفاعي والهجومي يعني دور رابط كل شيء يعني ممتاز بين الدفاع والهجومي دافعي هاجمي هاجمي دافع كل خبرة علي عدنان طلعت في هذه المباراة وماشاء الله علي عدنان شوف الفارق الجسماني بين علي عدنان تكلموا المعلقين الرياضين سمعتهم عن الفارق الجسماني خاصة المعلقين الخلاجة وهذا كاتينتش عصب 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 أبو أوسكار وإحنا ردك تعصب ايه والله عصب لأنك جماعة ما يجون اللب العين الحمر عموما هذا هو كاتينتش ها ردينا ها ردينا لو لا هنان عدك المنتخب العراقي شوف هذا بعد علي عدنان رجعنا لعلي عدنان ودور الهجومي وتزديد لأمجد عطوان ما شاء الله عندك تزديد أمجد لو شوية تستثمرها وتشغل عقلك شوية وتشغل رجلك وهي المرمى احنا بحاجة إلى لعب يسدد هذا علاوي قلبي سمع الحجي وراح حط لعبهم بجيب اليسراء عشت يا علاوي وقالله يطول بعمرك لكن شنو مرة ثانية لا تحاول تلعب جزاء وانت ما مضطر لذلك خلي غيرك اذا كنت جاهز يلعبها انت شوف الهدف الثاني شوفوا صنع علي عدنان الهدف يا جماعة علي عدنان في اخر مباراة الملتخب العلاقة تقريبا اكثر لاعب صانع خمس اهداف ومسجل يعني اكثر لاعب منتج علاوي الدفاع ترى يعني احنا ما عدنا لاعب خط وسط صانع اهداف ومسجل بقدع اللاوي فاخواني العزاء خلينا كون منصفين شوية مع علي وان شاء الله تعالى تفرحون بالكاس ويا ربي منصورين الان الملتخب الاماراتي بعد ما تافوهم رب عنا باثنين ما شاء الله ما شاء الله عسى ربي يحميكم ويوفقكم ورأسان في جسد واحد كل هذا كل تعبير اللي قدرت اقول عن هيتش لقطة والله لقطة يعني صراحة غير يعني تبتشي تبتشي انت حلو حلو المنتخب من تشوف يلعب ايد وحده وببسالة ذولة ذولة الخلاجة يتمنون ولوعدهم هذا القتالي عند اللاعب العراقي يعني فيه هيتش ظروف خاصة يعني واني احب ان العراقي يلعب تحت الضغط من لعب مرتاحين والله من ادزين خلوهم بضغط خلوهم بضغط لا تنطوهم الكاس وهم بعدهم ما ماخذين شي حاولوا الاماراتي شوف هاي الفرارات العيد يا ابو يا قدامك زلم حق تجاي سوي على اي حال حاولوا العراقين بتغيير تكتيك انه طلع على عباس لانه عنده انذار اصفر وممكن ينطرد ودخل ميمي ميمي حاول انه يجيب له وحده ولله لكن ما ايجته اياه على وقلبي ما شاء الله عليه يا جماعة بعد الانتصار طلعت في العراق عدد احتفل نعم ونحق من احتفل لكن انا اخلي هذا الفيديو هو وريدك نعم ونحق الشهداء هم أكرمنا جميعا وافتدسنا جميعا يمنعون الاحتفال في البوز لكن يمنعون هذه الأوراق حتى يمنعون مظاهر الاحتفال احتراما وتركيزا لشهداء العراق والشهداء الناصرية والنجف ولحد الآن الناصرية تنزف ولحد الآن الناصرية تنزف وزعون ان شاء الله يا ربي تقبل هذا القربان وإن شاء الله علامات النصر والأحد بتقديم استقالة هذه الحكومة اللي قمع الشعب إن شاء الله يا جماعة منصورين ويا ربي تأخذون الكاس وراح أسوي لكم فيديو عن الملتخب اليمني إن شاء الله تعالى ومباراتنا الجاية وأيضا عن نصف نهاية كاس الخليج وطالعين قبل إن شاء الله للكاس وان متفائل خير متفائل بكم والله فأتمنى لكم السعادة والموفقية يلا في أمان الله تعالوا يبقى تعالوا لحظة لحظة قولي يا الله صالنا ساعة صدقاء جاي نتابع وامرنا تمام وحلوين ومرتبين وتباعون وتشوفون وتعب إراق هذا الجهد قناتي بسطة عشر مليون عندي بس سبعين ألف واحد يتابعني الله يرضاه أعباده أسد دخلون ونسوون اشتراك يسه يسه حالا فورا يردون يروحون جنوتوا جنوتوا ما تقلوا لي يردون يروحون خلوا اشتراك تعليق اعجاب شباب شو على كيوبة شو أخبارك إن شاء الله زين سيلوني السؤال أحجركم أحجاية ما يصير يا عبايب وخلونا أصدقاء خلونا أخيوة ليش تخربونا عليكم ادخل سوى اشتراك في أمان الله وحفظه في أمان الله شكرا 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 شكرا